أرجع للوسواس بشكل عام فضل الدكتور محمد كيف نتعامل مع الوسواس؟ خير ما يصرف به المسلم الوسواس عن نفسه الذكر هذا الذكر جعل الله تعالى طمأنة للقلوب والأخت سعاد وسوستها في أنها تخاف المستقبل والمستقبل هذا بيد الله لا أحد يضمن أنه يعيش إلى غد ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها ما مضى فات والمؤمل غيب والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها يعني لم نشارك ربنا في خلقنا حتى نشاركه في تدبيرنا سبحانه وتعالى هو ضمن لنا أرزاقنا وضمن لنا أقدارنا وخلقنا من العدم وربانا بالنعم ورزقنا من غير سؤال ولطف بنا من غير أن ننطق وعلمنا من غير أن نسلك طرق العلم ثم لما سلكنا زادنا علما فهو سبحانه وتعالى الوكيل الذي من وكل إليه أمره عاش سعيدا وكفاء ومات سعيدا أليس الله بكاف عبده أيوة يعني الأخت سعاد ننصحك بكثرة ذكر الله يعني أولي مثلا كل يوم يا لطيف 129 مرة يا لطيف خليك في يا لطيف وخليك في العدد يمكن العدد كمان هنرجع يعني العدد كما علمنا أهل الله له سر سر العدد له سر وبالتالي أولي يا لطيف 129 مرة لعل هذا يذهب عنك ما تجدينه من الاضطراب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ونحن نحمل كنزا عظيما هذا الذكر وهذا القرآن والصلاة على الحبيب المصطفى وآل بيته صلى الله عليه وآله وسلم كلها أمور تحصن المسلم وتجعل روحه في معزل عن هذا المهمة يعني التيه الذي يضل فيه تضل فيه الأفهام وتغيب فيه الأوهام المسلم يعلم أن له ربا وأن هذا الرب قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض وأن الدنيا كلها في يده سبحانه وتعالى وأنه أرحم بنا من أنفسنا وَلَا يُقَدِّرُ عَلَيْنَا إِلَّا مَا فِيهِ الْخَيْرُ لَنَا فَهُوَ عَلِيمٌ أَمُّ بِكَ مِنْ نَفْسِكَ وَمِنْ أُمِّكَ وَأَبِيْكَ وَمَا نَسْأَلُهُ تَعَبُّدًا لا ينسانا سبحانه وتعالى إنما نسأله وندعوه تعبدا ورقا وهذا أعظم ما يجعل المسلم مطمئن البال مرتاحا قد وكل أمره إلى الله عز وجل يعني اسمح لي